هنا داخل هذه الكهوف في مسافر يطا جنوب الخليل ما زالت أسر فلسطينية تجابه الصراع مع الزحف الاستيطاني ومحاولات الاحتلال المستمرة لتهجير المواطنين الأصليين من أرضهم عائلة أبو عرام أفشلت محاولات الاحتلال هذه فبالرغم من قساوة الشتاء إلا أنها تعيش في كهوف حجرية رافضة الخروج من أرضها محافظة على تراثها ووجودها وحقها الذي لن يسلبه أحد كنا بالشتاء نيجيها لكنا نعتمد على الزراعة طبعا زراعة الحبوب والأغنام فاستمرت هذه الحالة تقريبا لحد الألفين وواحد لحد ما بنوا عندنا مقتصبة أفقال تقريبا أربعمائة متر عن هذه السكن فتم تهجيرنا قصري طبعا معظم من السكان كانوا هنا خمسة عشر هائلة تم ترحيلهم جميعا فاستمرت لحد الألفين وثمنتاش بهمة مجلس القلاوية الثلاث السوسي المسافر التواني ونجل حمي وصمود تم ترميم أعداد من الكهوف وتشجيع الناس للرجول لهذه الأرض وإعادة الحياة لهم الجديد تصل أعداد الكهوف المنتشرة في مسافر يطا حوالي ستة كهوف في كل خربة من الخرب الموجودة والتي تقع ضمن المناطق المهددة بالمصادرة من قبل الاحتلال ليسكن بداخلها العديد من العائلات المماثرة لعائلة أبو عرام منذ سنين طويلة طبعا فيه صعب التنقل لأنه معظم الصيارات غير قانونية في المنطقة هاي إذا ما كانش يعني جبات مش مارك فول أو الجيش الإسرائيلي بتكون جبات شرطة متواجدة على 24 ساعة فإحنا بنحاول يعني نستغل عدم وجودهم نتسلل اللايات طب نجيب الأرار اللي بدنا إياها وبنرجع طبعا فيه رقابي من قبل لجنة الحماية والصمود يعني شباب موزعين في كل المناطق وعلى رؤوس الجبال تواصل عن طريق مجموعة الواتس أب إنه في منطقة كذا فيها شرطة أو فيها حاجز أو كذا فبنستنى لما يروحوا بناكمل طريقنا عادي حياة بسيطة لكنها تحمل في معناها القوة والصمود فرغم شح الإمكانيات المحيطة بهم إلا أنهم يصرون على التصدي للاحتلال ومواجهته بأساليب مختلفة للثبات على أرضهم لفضائية النجاح نغم جاد الله الخليل